بالمناسبة كمان كان فيه إنجاز تاني في كرة الطايرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة كرم المنتخب الوطني للكرة الطايرة للشباب تحت سن 21 سنة بعد تتويجهم بلقب البطولة الإفريقية للكرة الطايرة المؤهلة لبطولة العالم اللي صلافتها تونس في الأسبوع اللي فات حقيقي كل الشكر للاتحاد المصري للكرة الطايرة على المجهود الكبير والجهد المبزول اللي شفناه كلنا ولمسناه كلنا في الفترة الأخيرة مصر تركت التمثيل المشرف في رياضات معينة وأصبحت بتنافس على الألقاب في هذه الرياضات وعلى الألقاب مش بس المحلية كمان العالمية حاجة محترمة جدا وإن شاء الله كمان المزيد من النجاحات بإذن الله